عندما كان الرئيس الله الرحمن بالحكم كانت تداول بالأوساط العراقية موضوع وجود أكثر من شبيه في يوم اللي التقينا أنا وياما دخلوا الأمريكان وأنا كنت جالس تبادر إلى ذهني بعد أن شفت وضعه شكله نتيجة ظروف المعتقل وظروف الاعتقال وما حصل إلى يعني من تعذيب نفسي وجسدي في المعتقل تبادر إلى ذهني أنه الرئيس قد يكون الشبيه في هذه اللحظة لكن اتعاملت أنا وكأنه الرئيس يعني الأمور كيف تيقنت أنه هو تيقنت بعد أن بدأ يسرد لأحداث يعني باللي قال لو بدأ يسرد لأحداث أنا أعرفها سابقا لا يمكن أن يكون شبيه بعدين شبيه ما يمكن أن يكون مطابق ولا حتى درجة 40% يعني يتحدثون عن الشام بس كمان كان في بعض الكلمات السر هذا صح التعبير فيما بعد بينه وبين بعض ما عارفه في الخارج نعم أكدت لك أيضا نعم فيما بعد بأنه هو صدام حسين فيما بعد يعني كلمات السر وحتى القصائد اللي نقلتها الأناس معينين يهموه أكدت إلي بما لا يقبل الشك أنه لا يمكن أن فيما بعد عرفت أنه برنامج شبيه نصح أحد المسؤولين بالدولة والمقرب من عندها أنه سيادة الرئيس أنه سيادة رئيس أنه سيادة رئيس يعني ندعي أنه إليك أشباه مجموعة أشباه حماية يعني جانب أمني يعني كانت دعاية فقط دعاية فقط لم يكن له أي شبيه وهو ماذا قال لك كيف أجابك عندما سألته مباشرة عن هذا الموضوع في المعتقل يعني كان يعني يستهزئ بهذا الموضوع يعني ما إلى وجود أو يزدري من الحديث فحتى كانت مجموعة المواكب من تطلع يعني تتمويه حتى لأنه كانت إيران تحاول وفعلا يعني عملت تفجيرات مستلصرية عملت يعني بأكثر فأراد يعني جانب تمويهي بس